اخي انا موضوع مختلف عن الاقامة السنية اول لذا انا اخذ اقامي من 2016 اقامي دائمي وقدمت لم شمل وجاني رفضين انا واخوي اخوي جاء لم شمل نظامي ولم شمل وانا جاني رفضين وانا بعد سنتين تقريبا ارجعت اع تركيا طريت اني ارجع ورجعت ورجعولي الاقامة ورجعت عمل لم شمله لحد الان ما عم اخبر وصل لشي نهائيا لا عن طريق عقد اعماله لا عن طريق لم شمل نظامي يعني هني افقدوني حقه بلم شمل ما انا طب استاذ حسان حضرتك بين دلوقتي موجود انت موجود في النمسا ولا موجود بتركيا حاليا لا حاليا بالنمسا اليك تت سنين وعم يشتغل طبعا ما نقاعد اول مرة لو طبعا ما فيش بيانات خاصة مش حابب تذكرها على اللايف لا 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 البيت انا ما عندي مشكلة ايه السبب ان هما تدولك رفض لم شمل هل كانت الزوجة قاصر لما تزوجتها لا 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 زوجتها مانا قاصر طيب ايه سبب انا سوريا عمال داعي اني انا سوريا وهي عمال داعي ان سوريا عماليها طريقة قومية يعني وقاضي عماليها طريقة قومية يعني انا مرحب كيف يعني شوف استاذي الكريم حضرتك رفض لم يشتم لحظة شوي قدمت استئنافت كمان اجاني رفض يعني انا واخوي نفس الشيء الوراء نفسه وكل الكلام نفسه اه هو جاء موافقة ونفس القاضي وهني وفقوله انا الموافقة انا بعتقد في شيء طب معلش لحظة بس اه انت واخوك اوكي انا اقدر استوعب دوت بس انت لم يشتمل بتاعك غير لم يشتمل بتاع اخوك زوجتك غير زوجته تفاصيل زواجك معلش اخلص ممكن اخلص كلامي عشان معلومة توصل لحضرتك تفاصيل زواج حضرتك غير تفاصيل زواجه فانا بناءا ان انا مفيش اوراق في ايدي منك مقدرش حدد ولكن عادة لم الشمل بيترفض في بعض الحالات لو الزوجة كانت قاسر تحت السن 13-14 سنة او الشخص ارتكب جريمة او عمل جناية بالبلد فبيترفض له لم الشمل او المقطة التانية انه هم يكونوا مش متأكدين ان الزواج ده فعلا حقيقي فاذا الحاجات دي ما تنتبقش عليك مبدئيا مفيش اي مشكلة لان كده كده قريدي لم الشمل عن طريق اللجوء هو خلاص قريدي راح ففيك ان انت تقدم لم الشمل عن طريق عقد عمل مفيش مشكلة